سيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وبتوجيه مباشر لكافة المؤسسات ما يخص وزارة الصحة طبعاً وزارة الصحة والبيئة مؤسساتها ودوائرها أنه يكون الإعلام مركزي وهو شخصياً يشرف على كافة البيانات وهذه اللي تصدر بشكل رسمي من خلال المقر الإعلامي دكتور يعني حضرتك الآن دكتور سيف تكتب ممكن على صفحتك الشخصية بـ social media رأيك بما يخص قضية ما تخص كورونا الناس ما تتعاملوا يا أنه رأيك شخصياً ونحن ملتزمون بذلك كمتحدث باسم الوزارة احنا كل التصريحات تكون بعد نقاش والسيد الوزير يشرف عليها والسادة وكلاء الوزارة وطبعاً دائماً احنا منهجنا مع الجميع هو العلمية والصراحة احنا ما عندنا يعني كثير من الناس موضوع الإحصايات من نقول عدد يقول لا الحقيقة أقل والعكس صحيح البعض يقول أنتوا تبالغون احنا التوجيه المباشر من سيد وزير الصحة أنه كما تأتي المعلومات تسوقوها بأسرع وقت للمواطنين للرأي العام حتى يتفاعل معنا ويعرف ايجاً يصير إذا نجحنا أو اخفقنا لا سمح الله موضوع الضبط التصريحات ومركزيتها توجيه واضح من معاني الوزير إلى كافة الدوار المرتبطة بوزارة الصحة والبيع في مركز وزارة ومحافظات أما الوزارات الأخرى جهات الأخرى حكومية وغير حكومية طبعاً هذا مسؤولية الجهات الإعلامية الأخرى وإحنا متواصلين وتعاون مباشر مع المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء وأيضاً هناك توجيهات بضرورة توحيد الخطاب الإعلام مرة أخرى